كيكة الويفر اللذيذة لا هي كيك هيهبط منك ولا هي بسكوت هيتعبك في التشكيل حلويات سهلة وسريعة هنحضرها دفع واحدة مع بعض بمكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل بيت وطريقة التشكيل ولا اسهل من كده عارفين الشمعدان بتاع زمان هي كده قريبة قوي من الشمعدان بتاع زمان كده طعمها كده بصوا بيدوب دوابان في البق وفي نفس الوقت فيها ارماشة بسيطة كده زي البيتيفور وطعمها مميز جدا ما تنسوش تشتركوا لو مش مشتركين واعملوا شير علشان الوصفة توصل لكل الناس حضرت بولة كبيرة والبولة دي لازم تكون نشفة تماما حطيت فيها كوباية الا ربع من السكر الحبيبات وكمان حطيت عليهم ثلاث بيضات وحطيت عليهم زرفين كده من الفانيليا ورشة كده بسيطة من الملح اساسية وضرورية فعمل كل الحلويات هندرب بقى المكونات دي مع بعضها كويس جدا انا عاوز السكر معايا والبيض لونهم يفتحي كده ويكونوا فومي بالشكل ده كده تقدروا تستخدموا الخلاط وبرضو هتطلع حلوة جدا ضفت عليهم بقى بعد ما البيض افتحي خالص كده وبقى فومي ضفت عليه كوباية الا ربع من الزيت النباتي هنقلب بقى الزيت مع البيض كويس جدا ما تخافوش خالص من التقليب في المرحلة دي لان احنا مش هنحط اي سويل تانية وبالتالي الكيكة مش هطبوز منك ولا هتهبط ولا هيجرى لها اي حاجة وصفة النهاردة سهلة ولذيذة جدا عايد اقول لكم ان احنا كده خلاص تقريبا قربنا نخلص المكونات سهلة وبسيطة جدا حطيت كمان معلقتين كبار من النشا النشا هنا مهمة جدا فعمل كل البسكوتات اللي احنا بنعملها اول بتعمل ايه النشا النشا مع الزيت بيدوني القوام بتاع الزبدة وفي نفس الوقت النشا بتعمل ايه بتكسر العرق اللي موجود في الدقيق فبتخلي البسكوت اول بتفور اللي احنا بنعمله ما يعضمش معانا وينشف لما نجمع المكونات مع بعضها فالنشا مهمة جدا ما تستغنوش عنها دوبت بقى النشا كويس جدا مع البيض والسكر وهننزل عليهم بقى دلوقتي بالدقيق هستخدم قد ايه من الدقيق هستخدم تلت كبيات ونص من الدقيق حسب حجم البيضة اللي انتو حطينها انا عندي هنا البيض كان في بضاية منهم بصفرين فبدل ما احط تلت بضات لأ حطيت بقى البضاية كاملة وبيضة بصفرين لكن لو انتو حطيتوا تلت بضات ممكن يزيد معاكم اقدار الديق شوية وتاخد نص كباية كمان حطيت في الاول كده تلت كبيات من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج بودر وهنقلبهم كده مع بعض وبعدين همضيف بقى نص كباية دقيق تاني بالتدريج لو انتو بقى مزودين البيض او حجم البيض كبير شوية ممكن تستخدموا لحد اربع كبيات من الدقيق وهيكون المقدار معاكم مظبوط جدا انا هنا مش بعجل انا هنا بجمع كل المكونات مع بعض احنا بنعمل الكيكة دي معاملة البسكوت فبنخلي بالنا جدا لما نحط الدقيق وبنقلب بالراحة وكمان مش بنعجل احنا بس بنجمع المكونات مع بعضها بصوا بالشكل ده كده هتديني بقى كده عجينة طرية ونعمة وفي نفس الوقت العجينة دي مش بتلزق نهائي في الايد كده انا وصلت للنتيجة المطلوبة هنعمل ايه بعد ما حضرنا العجينة دي هنقسم العجينة دي نصين نص هنضيف عليه كاكاو علشان يكون نص بالشوكولاتة والنص التاني هنسيبه كده بالفانيليا بصوا قدق العجينة معايا طرية وحلوة جدا ومش بتشقق وكمان عجينة جميلة قوي اسمت بقى كده العجينة نصين زي ما قلتلكم اخدت نص كده ركنته على جنب وحسيبه بالفانيليا والنص التاني في نفس البولة هنحط عليه معلقتين كبار كده من الكاكاو الخام وكمان هنضيف عليه معلقتين كبار من الزيت علشان نعرف نقلب الكاكاو وعا بقية العجينة لان لو قلبنا الكاكاو كده العجينة هتنشف مننا ومش هتديني نتيجة المطلوبة فلازم نضيف لها شوية من الزيت معلقتين بالضبط من الزيت وهنشوف كده لو ده اللون اللي احنا محتاجينه خلاص لو حاسين ان العجينة لونها فاتح وحابين تضيف لها معلقة تاني من الكاكاو وضيفه بس ضيفه عليها معلقة من الزيت فورا بقى وبدون اي انتظار هنشكل بقى العجينة بتاعتنا مش هنسيبها ترتاح مش هنحطها في التلاجة سهلك جدا هناخد كده العجينة اللي بالفانيليا في الاول وهنفردها على مفرش سيليكون بالشكل ده كده هنخلي كده طولها وعرضها قد بعض يعني هنخليها مربعة على حسب الصوج اللي انتو هتشتغلوا فيه انا هشتغل في صوج مربع فهعمل العجينة بتاعتي مربع لكن لو الصوج بتاعكم مستطيل خلوا بقى العجينة بتاعتكم مستطيلة علشان تقدروا ان انتو تحطوها في الصوج الصوج اللي انا هستخدمه او القلب اللي انا هستخدمه مقاس تلاتين في تلاتين تمام القلب ده مناسب جدا وهيطلع معاكو كل القطع قد بعضها وهتكون كده حجمها مناسب مش مرتفعة اوي زي الكيك ومش منخفضة اوي زي البسكوت هيكون الحجم المزبوط والمناسب للحلويات دي الحالة ده سهل وسريع وجميل والحالة ده بالمناسبة جزائري وبجد طعمه تحفة جدا لو جربته مرة هتعمله على طول وينفع جدا في المناسبات وينفع كمان نحن نديه للأولاد في اللانش بوكس افضل ما نشتري الحلويات من برا بعد بقى ما فردت العجينة اللي بالفانيليا هنفرد برضو العجينة اللي بالشوكولاتة بنفس الطريقة ما بين ورقتين زبدة او ما بين كيس بلاستيك برضو لو حاسين ان الورق الزبدة صعب عليكم شوية حطوه ما بين كيسين بلاستيك كبار وهتفردون بالشكل ده والعجينة علشان طريقة وسهلة معايا بتتفرد بمنتهى السهولة والبساطة ما فيش فيها اي مشاكل بعد بقى ما فردت كده الجزء اللي بالشوكولاتة هنحط بقى هنحطه على الجزء اللي بالفانيليا بالشكل ده كده بصوا سهلة وبسيطة جدا وهنحاول بقى كده نزبطهم مع بعض علشان يكونوا قد بعض ويكونوا كده مزبطين ويكونوا مقاس بعضهم بالشكل ده كده طيب بعد ما عملت كده بقى هنعمل ايه هنبتدي بقى نعمل اللي هو التوريق او نعمل الشكل اللي احنا شفناه مع بعض في اول الفيديو اللي هو شكل الويفر بصوا بمسك كده المفرش وبطبق كده العجينة بتاعتي لنصين وبعدين بحط بقى عليها ورقة الزبدة وببتدي افردها تاني بالنشابة وارجعها على مقاس المربع الكبير اللي احنا كنا عاملينه بصوا الفيديو موضح سهل وبسيط جدا بعد بقى ما افردها كده هرجع تاني اطبقها لجزئين تانين وبرضو افردها لحد ما يكون المربع معايا بنفس المقاس وهكرر بقى العملية دي اربع مرات يعني اربع مرات هطبق العجينة بتاعتي وافردها علشان تديني الطبقات والتوريق ده اللي انتو شفتوه معايا اللي هو طبقة فانيليا وطبقة شكولاتة طبقة فانيليا وطبقة شكولاتة هي جاية من التطبيق اللي احنا بنطبقها دي والفرد اللي احنا بنفردها دي اسهل طريقة واسرع طريقة تعملوا بيها البسكوت هي الطريقة دي بصوا انا بطبقها كده كل مرة بنفس الطريقة وارجع افردها وهكذا قررت العملية دي زي ما قلتلكو اربع مرات وجبت بقى التصوك بتاعي اللي مش مدهون اي مادة دهنية المادة الدهنية اللي موجودة جوه العجينة كافية جدا انها تخلي البسكوت معانا ما يلزقش وفي نفس الوقت يستوي كويس اوي مش اغلى الفرن بتاعتي بقى على درجة حرارة 180 هدخل بقى التصوك ده في الفرن على درجة حرارة 180 هيقعد بالضبط ربع ساعة مش اكتر من كده اول ما تلاقوا الحروف بتاعة البسكوت ده لونها بقى دهب يفاتح كده خرجوها على طول بدون اي انتظار ويسيبوها بقى تبرد تماما لازم الحلويات بتاعتنا تبرد تماما قبل ما نضيف عليها الشوكولاتة علشان خاطر تديني النتيجة اللي انتو شفتوها معايا في اول الفيديو بعد بقى ما البسكوت بتاعي خلاص برد واخد درجة حرارة الغرفة جبت كوباية من الشوكولاتة 200 جرام بالزبط شوكولاتة بالحليب سيحتها على حمام بخار وحطيت عليها كمان معلقتين من الزيت النباتي علشان تديني اللمعة الحلوة دي ويدفتها بقى على البسكوت بتاعي او كيكة الويفر وابتديت ان انا اوزعها بالتساوي كده وكنت محضرة بقى هنا حوالي كده 50 جرام من الشوكولاتة البيضة مسيحاها برضو وحطها في كيس وغنن وابتديت ان انا اعمل بيها خطوط كده واشكل بقى الخطوط دي بالخلة الخشبية علشان تديني شكل اللي هي التمويجة دي او الزجزاج ده ويكون شكلها حلو كده ولذيذة وعلى طول بقى كده استنيت بالزبط 10 دقايق اول ما الشوكولاتة شدت معايا كده ومسكت نفسها قطعتها لو سبتوا الشوكولاتة تجمد تماما على البسكوت لما تيجوا تقطعوها هتتكسر معاكم وشكلها مش هيكون مصبوط فقطعوها بعد ما تمسك نفسها كده وتشد شوية ما تسبوها اشتبرد تماما علشان ما تتكسرش معاكم وانتو بتقطعوها قطعوها بقى بالمقاس اللي انتو تحبوه انا قطعت حجمها كبير شوية بس انتو تقدروا طبعا تقطعوها بقى اصغر من كده هتعمل معاكم كمية اكبر وكمان هتكون كميتها كتيرة جدا بصوا بقى معايا كيكة الويفر طحفة طحفة ولا هي نشفة ما ارمشة اوي بالزيادة ولا هي طارية زي الكيك لا مظبوطة قوامها زي البتيفور كده وفي نفس الوقت الكريسبي على خفيف فطعمها كان حلو جدا ما ارمشة وهشة وبتدوب دوابان في البقى ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وكمان تعملوا شير للفيديو علشان الوصفة توصل لكل الناس ولو ما عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات وانا حرد عليكم على طول كنت معاكم مروة سامي واشوفكم في وصفة جديدة باي باي